خلينا نروح سريعا لمعرض القاهرة الدولي الكتاب اللي سجل خلال ايام قليلة جدا 3 مليون زائر وبيستضيف حوالي 1047 دار نشر من مختلف دول العالم معرض القاهرة الدولي الكتاب في اجنيحة كتير جدا ربما من ابرزها جناح حلايب وشلاتين خلينا نتعرف على ابرز الكتب وابرز ايضا الفعاليات اللي موجودة في هذا الجناح بصحبة زميلة محمد الشازي اللي عمل لقاء مع كريمة سعيد منسق جناح حلايب وشلاتين في معرض القاهرة الدولي الكتاب في اطار بقى جولتنا في معرض القاهرة الدولي الكتاب زرنا جناح جناح مختلف شوي يمكن كل الاجناح اللي احنا زرناها واللقاءات اللي عملناها كنا بنتكلم طبعا عن كتب وعن ندوات لكن الجناح ده ما فيهوش كتب الجناح ده فيه حرف يدوية وحرف تراثية مهم جدا انه كل طبعا الناس من كل انحاء الجمهورية يعرفوا هذه الحرف اللي بتعبر بالمناسبة عن هوية المكان الجناح ده هو جناح حلايب وشلاتين والبالمناسبة عليه اقبال سنة عن سنة والناس بتيجي تطلب مشغولات معينة لان هي طبعا كلها هند ميد كلها مصنوعة كمان من الجلد الطبيعي عشان نتكلم عن الجناح وعن الاقبال على الجناح وعن المبيعات كمان هيكلمنا عن كل هذه التفاصيل استاذة كريمة سعيد وهي منسق عام الجناح اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك منورانا ومشرفانا الله يخليك شكرا يا اهلا بيك طيب في البداية كده لو نتكلم عن اقبال الناس على الجناح عامل ازاي طيب الاول انا بهني الشعب المصري والسيد الرئيس عبد فتاح السيسي اه بعياد الشرطة ودايما يا رب ان شاء الله مصر في امن وامان وابوجه تهيئة برضو تهنائة خاصة لأهلنا في محافظة البحر الاحمر بالعيد القومي للمحافظة كل سلام وطيبين اه بالنسبة للجناح لمعرض الكتاب احنا كل التحية طبعا للهيئة العامة للكتاب على الدعوة الكريمة اهالي حلايف وشالتين اه اللي بيمس ليهم مصدر كمعرض منفذ تسويق للحرف اليدوية اه هو معرض كتاب ولكن احنا هو حرف يدوية تراصية بتحكي عن حياتنا من الحرف اليدوية التقليدية الثقافية بتراصية اه زي الشنط والاساور والاكسسورات اللي هي كانت بتستعملها السيدات قديما وبتشتغل بها حاليا كتسويق كمشروع صغير للسيدات ده بقى اهميته في ايه فندم وحضر بتتكلم انه هو معرض كتاب لكن احنا بنتقدم بحرف او حرف يدوية وتراثية الهدف من الموضوع ده كله هو الحفاظ على الهوية المصرية احنا كل محافظة عندنا لها هوية لها طابع خاص فاقبال الناس على بعض المنتجات ويمكن دي مش اول مرة تشاركوا كجناح لحلاب وشالتين وايه اكتر الحاجات اللي مطلوب منكم من الحرف التراثية واليدوية الثقافة هي عنوان المكان ولو تكلمنا عن الثقافة ككتب الثقافة هي الكتاب اصله حكاية الناس اللي عيشها هو اللي بيحكيها واحنا حكايتنا اللي هنا بنحكيها وبنتكلم مع الناس عن طبيعة حلايب وشالتين احنا شالتين وحلايب مدينتين في تابعين المحافظة البقاحة الأحمر اقصى جنوب مصر على خط عرض 22 اهلينا بيشتغلوا اهم الحرف الرعي والصيد والتجارة البينية المرأة البدوية بتحافظ على حياتها والثقافة من خلال مشغولات الحرف البدائية اللي هي بتصنحها مع التطريز والتصنيع والتصميم وهي الرغم من ستة بسيطة ولكن بتطلع منتج المنتج ده كان اجدادنا بيستخدموا الحاجات دي من الجلود اللي هي بتدوير الحرفة بتاعت المخلفات بتاعتهم صنعوا منها الاكليم او السجاد الجادوي للبيت البرش البدوي بيصنعوا منه الشنط الخاصة بيحتفظوا بيها لاشياءهم بتاخد منها بيستخدموا السعف والخوص والخرز ليطلعوا منتجات بيستخدمها في حياتهم النهار ده في العصر اللي احنا فيه مع التطوير ابتدينا الحاجات دي مع الورش والتدريب والحرف مع ادارة التضامن الاجتماعي او الشباب ورياضة وقصور الثقافة ندعم الحرف دي من خلال مدربين من اهالي المنطقة السيدات نفسهم عشان الحرفة ما تندسرش صحيح لكن تاخد شكل يوني ياسب بقى الزوء الحالي بش الضبط كده والاستعمال لاستعمال الحياة اليومية النهار ده الحاجات اللي احنا بنستعملها ابتدي حضراتي بدول الاقبال فيه اقبال من الشباب والفتيات على كأنها هدايا وكاكسسورات بياخدوها وما بيعرفوش دي عبارة عن ايه ولكن بنشرح لهم الشرح ده بحد ذاته قيمة على المعرفة والتراصية الصحيح حالك سهلت يعني من خلال الجناح سهلته على الناس كتير قوي يعني مثلا احنا لما كنا نروح اسوان كنا نحب نجيب هداية اسكرية للناس لما كنا نروح اي محافظة من المحافظات اللي فيها بعض الحرف او المشتهر بيها بعض الحرف كنا نحب نجيب هداية اسكرية فانتو جبتوا الهداية هنا للناس بحيث ان كل الزوار من الجمهورية كلها تكون الحاجات دي متاحة قدامهم من خلال الجناح احنا النهار ده لما الناس فكرانا بحلايب وشلتين فاحنا تكلمنا عن مدينة الحلايب وشلتين كجنوب كلمنا عن حاجة منتج عبرنا عن مشروع صغير بتنتجوا السيدات وراجع لها بدخل يبقى فوفرنا فرص عمل للشباب والسيدات في نفس المكان وبرضو بشكر معرض الكتاب لانه فتح منفل سويج للسيدات وده اللي احنا يمكن بنطالب به انه نتمنى ان حلايب وشلتين تخطى على الخريطة السياحية بحيث ان احنا تجبى مشروعات صغيرة الخاصة بالحرف اليدوية والخاصة بالطبيعة والبحر والمناطج الجبالية اللي عندنا فده حيجبى فيه يعني مش هنقول فضالة لا فيه فرص عمل للشباب والسيدات طبعا بكل تأكيد الجديد احنا اول حاجة زودنا عدد العرضين بالمنتجات لان كان فيه اقبال السنة اللي فاتت عليها فعملنا زيادة الحاجة التانية كل الملاحظات اللي كانوا بيتكلموا عليها الشباب او البنات في شكل المدلية او شكل الشنط او الاكسسوارات لا نفذنا رغبتهم طبعا كجمهور فلا حبنا نحط اللمسات اللي هم عايزينها واللي تناسب العصر بتاحهم زي الاطباق من الخوص او الشنط ومش هنا وبس كاهالينا في المحافظات ده دول الخليج بترغب دايما الامارات والسعودية بتشتري الشنط الخاصة بالجلود كل مرة بيجوا يشتروا بنفس الحاجة دي لان عايش معهم فترة طويلة ومع كتر الاستخدام انها هندي ميت طبعا اصلي مفوش اي مكان حرة في دواب ايدي سيدات حلايب الشلاتين عزيم طيب احنا ازاي بنساعد عدد اكبر من السيدات والعارضات ان هما يشاركوا في معرض الكتاب يعني هل مثلا العارضين بتوع كل سنة هما هما ولا مثلا بنفتح الباب اكتر لمزيد من العارضين ودي الفكرة اللي احنا اشتغلنا عليها ان احنا نكون التراث بتاعنا ده مشروع صغير للسيدات بالمعنى ان احنا نستخدمه للمرأة المعيلة اللي هي عندها الحرفة اليدوية دي تدعم بخمات وتشتغل كل العارضين اللي عندنا مثلا عندي ستة عارضات من الحلايب ومن ابراماض ومن شلاتين كل واحد يمكن عندها اكتر من مئة سيدة بتجمع الحرف اليدوية وبتطلب كطلبيات متجهز للمعرض قبلها بكم شهر عشان تاخد المنتجات دي وكل سيدة لها كود ورقم صغير على اساس ان المنتج ده بعد ما بيتباع بيتعرف لمين وبيتجمع المبلغ بتاعها ويتسلم للست انها كدعم لها كمشروع صغير ليفيدها وليه عظيم جدا هل بيكون في تواصل ما بينكم ما بين زوار المعرض مثلا من السنين اللي فاتت خلال الفترة اللي يعني من المعرض للمعرض مثلا طبعا فيه وده بيكون عن طريق ايه طلبيات خاصة بمنتجات معينة زي شنط او اطباق من الخص او الصعف وده بيكون هو ده نتيجة المعرض بقى ان احنا نتيجة ناخد شغل ليه هيشتغلوا عليه يجبه فيه استمرارة في العمل وبالفعل بيتم ده وبتتبعت وتتعلموا الطلبيات ويجبه فيه تواصل طيب انتو بقى هديتو الاميرة متمرت وهي زوجة وليه عهد نرويج هدية ايه هي الهدية ورد فعليها ايه طبعا احنا كاي زائر او كاي حد احنا ده شرف لنا طبعا ان احنا نرفع اسم مصر في كل حتة طبعا دايما يعني هي جات وانبهرت بالمشغولات والحراف اليدوية وعرفناها ان دي من الجلد الخالص بالسيدات اللي هي بتشتغلها كانت عبارة عن اسورة من الجلد مطعامها بالخرز وانبهرت بيها وشكرت وحيت كل ده وده يفتح لنا ان نعرض في برة نعرض في معارض السياحة برة في الخارج وده الهدف مش الحلايب وشالتين بس نحن مصر غنية بكل المحافظات بالتراز زي ما قلت حضرتك في البداية فلو اهتمنا بيه ودعمنا وحفظنا هيجب فيه تسويق اكتر وفيه فرص عمل اكتر صحيح طيب بيكون في بعض الاوقات فيه عروض فنية ثقافية تراثية هل بتشاركوا فيها؟ بالفعل السنة دي شاركنا بفرقة الفنون الشعبية كتعرضة انبارح للتراز الشعبي بحلايب وشالتين وكل يوم التانية بتعرض واتمنى ان كنتوا تشوفوها ان شاء الله بإذن الله احنا طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق وبنشكر حضرتك جزيلا شكرا لأستاذة كريمة سعيد وهي منسق عام جناح حلايب وشالتين شكرا جزيلا لك احنا بنشكر حضرتك وبنشكر كل القائمين على المعرض الكتاب ونتمنى يكون في لقات تانية وفرص عمل تانية لنشر الثقافة الهوية المصرية في كل محافظات مصر شكرا لكم اشتركوا في القناة